في وضع دولي شديد الحساسية يشق التوتر تدريجيا راية الدبلوماسية في مقابل بروز راية الحرب فقد أعادت الأزمة الأوكرانية مجددا للأنظار إلى روسيا التي تستعيد مكانتها على الساحة الدولية فلم يعد الحديث عن استيقاظ الدب الروسي في وجه الغرب مجرد تحليلات عند كل تحرك تقوده موسكو بل بات لروسيا رصيد من القوة تستطيع من خلاله توجيه العالم نحو تغيير موازين القوة وإعادة هيكلة النظام الدولي قوة الطرف الروسي التي رسختها كلمة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة حك فيها سيد الكرملين بمهارة روحاته لمستقبل روسيا ولعلاقاتها مع محيطها والعالم قوة رسم فيها بوتين صورة جديدة ومغيرة لروسيا وأطلق العنان لترتيبات جديدة عنوانها تشكيل نظام عالمي جديد نهج المواجهة في قاموس السياسة الروسية الجديدة بدأ مع قرار الرئيس الروسي بإرسال جنوده إلى سوريا خطوة عززت حضور موسكو في البحر المتوسط عبر قواعد عسكرية ومناورات في المنطقة فيما ضق الحدور الروسي أبواب القارة الأفريقية وأرسم داميكا التحالفات الاستراتيجية ولا سيما مع الصين وإيران تخرج روسيا من بوابة الاتحاد السوفيتي الضيق التي حدد الغرب مقاييسها لتذهب بعيدا في استراتيجية بناء المصالح فبعد أبخازيا وأوسيتيا ومن ثم القرم والآن دانيتسك ولوغانسك تطيح موسكو بصورتها القديمة لتقدم نفسها قوة عظمى تملك مخزونا ضخما من الغاز على تخوم قارة ضعيفة تعيش هاجسا قطاع الغاز عنها فيما تبدو موسكو مستعدة لمعركة العقوبات مع الغرب بعد تعليق العمل بمشروع نوردستريم يفرض التوتر المرتبط بالتطورات الروسية المفصلية نفسه على مسارات العلاقات بين موسكو وكل من واشنطن والنيتو فيما ترزح أوروبا تحت معضلة مستعصية عنوانها الغاز الروسي تطورات ستنعكس حتما على الملفات الساخنة في أكثر من منطقة وخصوصا في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية